الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين أما بعد فلما ذكر الله جل وعلا في سورة الكهف قصة أهل الكهف الذين آثروا الآخرة على الدنيا فهربوا بدينهم من أجل أن لا يجبرهم ملك زمانهم على اتخاذ آلهة من دون الله جل وعلا وذكر سبحانه أمره للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يصبر نفسه مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه وأن يكون مع المؤمنين ولو كانوا فقراء وأن لا يكون مع الظالمين ولو كانوا أقوياء أغنياء ثم ذكر الله جل وعلا المثل العظيم في الرجلين صاحب الجنتين وكيف أنه لما ترك الإيمان بالآخرة ولم يكن من شأنه أن يستعد لها كان ذلك من أسباب زوال نعمة الله عنه في الدنيا ثم ضرب الله جل وعلا مثلا لهذه الدنيا فقال سبحانه واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما وهذا الأمر كما يتوجه للنبي صلى الله عليه وسلم يتوجه لكل مؤمن بأن يقوم بضرب هذا المثل للناس ليعرفوا حقيقة الدنيا وضرب المثل يراد به أن يشبه الشيء بغيره مما يعرف قيمته ولذا شبه الدنيا بالماء النازي من السماء لتعرف حقيقة الدنيا وليعرفا أن الدنيا إنما هي ممر ومعبر ومزرعة للآخرة فقال واضرب لهم مثل الحياة الدنيا أي أن مما يشابه هذه الحياة الدنيا ذلكم الماء النازل من السماء وسميت حياة لأن الناس يحيون فيها حياة مؤقتة وقيل لها الدنيا إما لقلتها وحقارتها أو لقربها لحال المخاطبين فشبهها بالماء يعني مطر السماء أنزلناه فالله هو الذي أنزل هذا الماء وهو الذي قدر وجود الأمطار والسماء هنا يراد بها العلو مطلق العلو ليست السماء المحكمة ذات الأبنية فاختلط به نبات الأرض أي أن هذا المطر نزل على الأرض فنبتت أنواع النبات ومن ثم اختلطت هذه النباتات لكثرتها سواء من أزهار الصحار والبرار أو من أشجارها فوجدت أنواع كثيرة متعددة اختلطت فيما بينها فقوله فاختلط يعني فنزل الماء من السماء فنبتت الأرض فنتج عن ذلك أن النباتات أصبحت كثيرة ومتنوعة ومن ثم اختلط بعضها ببعض وما هي إلا مدة يسيرة حتى جاءت الشمس فجففت ذلك النبات ثم بعد ذلك تقطع وجاءته الرياح فذرته ورذا قال فأصبح هشيما يعني أن ذلك النبات بدل خضرته ويناعته انقلب لأن يكون نباتات قد تقطعت وتهشمت وتكسرت بسبب قلة الماء الوارد عليها تذره الرياح أي أن الهواء يقوم بتصريف أجزاء ذلك النبات بعد تقطعه فهذا مثل الدنيا إنما هي بهارج وزينة مجرده وهي عما قريب زائلة والقيمة الحقيقية للدنيا أن يجعل الإنسان هذه الدنيا مزرعة للآخرة بحيث يقدم عملا صالحا ينتفع به تلك الدار قال وكان الله على كل شيء مقتديرا فهو سبحانه لا يعجزه شيء قادر على أن يدبر من تصاريف الأمور ما تعجز الأذهان عن إدراك كنهه ثم بيّن جل وعلا ما في هذه الدنيا من أفضل زيناتها ولذا قال المال والمراد بالمال كل ما يتمول ويملكه الإنسان وليس المراد بالمال مقتصرا على النقود فقط بل المال يشمل كل ما يتمول ويمكن أن يباع والبنون فالقصور مال والنخيل والمزارع والبساتين مال والثياب والمراكب مال والمساكن بأنواعها مال وأما البنون فالمراد بهم أبناء أبناء لإنسان الذكور لأن الإنسان عند رؤيته لهم يعتقد أنهم سيكونون سبب عز له وقال زينة الحياة الدنيا أي هذه غاية زينة الدنيا وغاية ما يمكن أن يتجمل به في هذه الدنيا المال والبنون ثم ذكر أمرا ثالثا ألا وهو الباقيات الصالحات المراد بها الأعمال الصالحة التي ينتفع بها في الآخرة فيبقى أجرها وثوابها إلى قيام الساعة ولذا قال والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا فالعمل الصالح من صلاة وصيام وحسن ظن بالله جل وعلا وخوف منه ورجاء له وتوكل عليه فهذه كلها من الباقيات الصالحات ومن الباقيات الصالحات الذكر الذي يذكر الإنسان به ربه فهذه الباقيات الصالحات خير عند ربك خير عند ربك ثوابا فأجرها وثوابها أعظم من ثواب مثيلاتها والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا أي أجرا يعطيه الله عز وجل لمن عمل ذلك وخير أملا أي ما يؤمل فيه ثم قال تعالى ويوم نسير الجبال فترى الأرض بارزة هذا فيه ذكر شيء من الوقاع المستقبلية مما يدل على صدق هذا الكتاب فقال ويوم يعني واذكر ذلكم اليوم الذي نسير فيه الجبال أي أننا نجعل تنقل بالجبال لتكون سرابا يشاهد أنها تنتقل من مكان إلى مكان مع الريح فبعد أن كانت الجبال في الدنيا راسية راسخة لا يخشى من أن يقوم أحد بزلزلتها أو تحريكها إلا أنه مع وجود هذه الآلات يمكن أن يرتب أمرها قال وترى الأرض بارزة أي أن قال ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة يعني أنها ظاهرة ومرتفعة بحيث يشعر كل إنسان أنه المعني قال وحشرناهم أي أن الله جمعهم جمع الناس جميعا في يوم المحشر فلم نغادر منهم أحدا أي أن هذا الحشر يشمل جميع أفرادهم ذكورا وإناثا صغارا وكبارا وفي ذلك اليوم العظيم عرضوا أي أنهم أتي بهم ومروا من عندي وعرضوا عن ربك صفا فقد جاءهم من جاءهم وحاول أن يثنيهم عن نصرة النبي صلى الله عليه وسلم وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمون أي حضرتم إلينا كما خلقناكم أول مرة في صفتكم الأولى بل زعمتم يعني في وقت آخر زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا أي أنهم استنقصوهم بسبب وضعهم لهذا المكان قال ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين فيه أي أتي بسجل الأعمال التي أحصيت فيها أعمال بني آدم فجعل ذلكم الكتاب بينهم وحينئذ كان المشركون يشفقون على النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون لذا لم يرغبوا في ذلك فالمشركون في ذلك اليوم المجرمون يخشون مما وقع منهم من الذنوب والمعاصي فلما رأوا أن الناس قد جثوا على ركبهم ينتظرون القضاء ثم بعد ذلك أتي بهم يعرضون على الله واحدا واحدا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة فكما خلق الله الخلق فإنه قادر على إعادته بل زعمتما لن نجعل لكم موعدا لأنه مختلف في اليهود الذي يسبر أحوال القوم قال ووضع الكتاب لأنه قد جعل فيما بينهم فترى المجرمين مشفقين مما فيه أي من كان عندهم أخطاء واختلاسات يخشون أن تكتشف ذلك اليوم والله تعالى كما قال وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا ثم ذكر الله جل وعلا وقوف المؤمنين صفا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا يقولون ما في موعد يقولون لا يوجد موعد لقيامي الساعة ثم قال ووضع الكتاب أي سجلات الأعمال التي سجلت فيها أعمال بني آدم فحينئذ ترى المجرمين الكافرين المعاندين الظالمين فترى المجرمين مشفقين مما فيه أي يخشون من عواقب ذلك الكتاب حيث سجلت أعمالهم فيه ومشفقين مما فيه ويقولون أي لسان حالهم ومقالهم يا ويلتنا دعوا على أنفسهم بالثبور لأن هذا الكتاب قد سجل جميع أعمالهم فلم يترك منها صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا أعمالهم حاضرا قد سجلت جميعا ولا يظلم ربك أحدا فلا ينزل بأحد عقوبة إلا إذا كان عنده من المخالفة ما يتناسب مع تلك العقوبة فهذه آيات عظيمة فيها فوائد وحكم كثيرة فمن تلك الفوائد والأحكام مشروعية ضرب الأمثال لتقريب المسائل إلى الأذهان خصوصا فيما يتعلق بمسائل الوصول اليقينية من فوائد هذه الآيات جواز المحاجة والمجادلة التي يتوصل بها إلى الحق لقوله واضرب لهم وفي هذه الآيات جواز استعمال الأمثلة تمثيل شيء من الوقاع بذلك وفي هذه الآيات بيان حقيقة الدنيا وأنها عما قريب زائلة وفي هذه الآيات أن الأصل في المياه النازلة من السماء أنها على الطهارة وفي هذه الآيات جواز أكل نباتات الأرض ما لم يكن الشان في عدم أكلها وفي هذه الآيات قدرة الله جل وعلا حيث لا يعجزه شيء في هذه الآيات أن المال والبنين هم زينة الحياة الدنيا فيدخلون على الإنسان سرورا في قلبه وفي هذه الآيات الترغيب في الباقيات الصالحات تكثير الأجل المرتب عليها وفي هذه الآيات أن الله جل وعلا يقدر سير الجبال ومن ذلك سير ما يكون قريبا من أهل الإسلام وإذا أراد الإنسان أن يعتمر بعد ذلك ركب معه وفي هذه الآيات أن الله جل وعلا قد أذن لعموم المسلمين بأن يصلوا على نبيه صلى الله عليه وسلم وفي هذه الآيات أن العذاب واقع في وقته لا محالة ولا يتمكن أحد من إلغاء ذلك العقاب إلا بإلغاء أسبابه وفي هذه الآيات شفقة شفقة الله جل وعلا على العباد وفي هذه الآيات أن جميع أعمال بني آدم مسجلت سواء كبرت أو كانت صغيرة ولم يذكر في هذه الآيات أنه استعمل شيئا من هذه الألبان أنه استعمل شيئا من هذا الإحصاء وفي هذه الآيات أن العبد في يوم القيامة إذا قدم على الله جل وعلا وجد أعماله تنتظره ليكون ذلك من أسباب ترتيب أحواله وفي هذه الآيات تخوف العباد مما سجل في هذه السجلات إذ لم يتركوا شيئا إلا قد سجلوه وفي هذه الآيات بيانوا أن الكتاب الذي يخص بالإنسان لا زال محفوظا محصا فهذا شيء من الأحكام والآداب المأخوذة من هذه السورة العظيمة السورة الكهف أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين كما نسأله جل وعلا أن يوفق المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها وأن يعطيهم من الرأي والفكر ما يجعلهم يذهبون إلى ما أعطاهم من الذهن والفكر ما يجعلهم يلتزمون بما ورد في شرع رب العزة والجلال بارك الله فيكم ووفقكم الله للخير وبارك الله في كل من هي هذا اللقاء معنا كما نسأله جل وعلا صلاحا لأحوال الناس واستقامة لأمورهم هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين